بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد وهو درس صلاة الجماعة ولكن أيها الأبطال كما تعودنا وقبل أن نبدأ أي درس أن نستمع أولا إلى تعليمات الدرس فنرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجوء المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة أحكام صلاة الجماعة أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة مفهوم صلاة الجماعة وحكمها ثانيا أن يذكر الطالب وتذكر الطالبة شروط صلاة الجماعة ثالثا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة فضل صلاة الجماعة ورابعا أن يذكر الطالب وتذكر الطالبة آداب صلاة الجماعة والآن أيها الأبطال وبعد أن تعرفنا على الأهداف دعونا الآن ننتقل إلى درسنا وقبل أن نبدأ أيها الأبطال في الدرس دعونا نستمع إلى هذه المعلومة تقول هذه المعلومة صلاة الجماعة أن يصلي شخصان فأكثر أن يصلي شخصان فأكثر يعني إذا كان اثنان يصلون أو أكثر من اثنان فهذه تسمى صلاة أحسنتم الجماعة هذه تسمى صلاة الجماعة إذن صلاة الجماعة لابد أن يكون شخصان فأكثر ثلاثة أربعة خمسة ستة وأكثر إذن فصلاة الجماعة يعني الذي يصلي وحده لا يسمى أنه صلى في جماعة بل لابد أن يصلي شخصان وأكثر من شخصان فهذا نسميه صلاة الجماعة هذه نسميها الجماعة الآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الأول وفي هذا النشاط نريد أن نضع علامة الصح أسفل مفهوم صلاة الجماعة نريد أن نضع علامة الصح أسفل مفهوم صلاة الجماعة عندنا يا أبطال صورتان الصورة الأولى والصورة الثانية الصورة الأولى تشير إلى ماذا؟ ماذا نرى في الصورة الأولى يا أبطال؟ أحسنتم نرى مجموعة من الناس وعددهم كثير يصلون صلاة الجماعة يصلون صلاة أحسنتم الجماعة بينما في الصورة الثانية ماذا نرى؟ أحسنتم نرى شخص واحد يصلي الصلاة شخص واحد يصلي الصلاة الآن نريد أن نحدد الصورة التي تشير إلى مفهوم الجماعة نحن قلنا في المعلومة التي قبل قليل أن صلاة الجماعة أن يصلي أحسنتم شخصان أو اثنان فأكثر أين الصورة التي تشير إلى صلاة الجماعة؟ الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ أحسنتم يا أبطال الصورة الأولى إذن نضع تحتها علامة الصح إذن فالصلاة التي أو عفوا الصورة التي تشير إلى مفهوم صلاة الجماعة هي الصورة الأولى لأننا نرى مجموعة كبيرة من الناس يؤدون الصلاة الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى النشاط الثاني وهنا في هذا النشاط نصل بين الصورة والإجابة الصحيحة نصل بين الصورة والإجابة الصحيحة هنا الآن يا أبطال في هذه الصورة نرى مجموعة من الشباب يؤدون أحسنتم الصلاة مجموعة من الشباب يؤدون الصلاة هل هؤلاء المجموعة نسميهم جماعة أو لا؟ الآن نطبق الشرط الذي قلناه صلاة الجماعة إثنان فأكثر كم عدد الذين في الصورة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن هم أكثر اثنان فأكثر أربعة أشخاص إذن نسميهم صلاة إذن هذه تسمى صلاة الجماعة أو أنها صلاة فردية الآن نريد أن نحدد البطاقة الصحيحة البطاقة الأولى تقول صلاة الجماعة والصورة الثانية أو البطاقة الثانية تقول صلاة فردية ما هي البطاقة الصحيحة التي نصلها مع الصورة؟ البطاقة الأولى أو الثانية؟ أحسنتم يا أبطال البطاقة الأولى هي البطاقة الصحيحة إذن هذه تسمى صلاة الجماعة تسمى صلاة الجماعة الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى هذه الوسيلة ونؤكد أكثر هذه المعلومة هنا يا أبطال نلاحظ في البطاقة التي أمامكم والتي باللون الأحمر مكتوب فيها مفهوم صلاة الجماعة أن يصلي إثنان فأكثر مفهوم صلاة الجماعة أن يصلي إثنان فأكثر عندنا الآن يا أبطال دائرة تحمل علامة الصح الدائرة الحمراء والدائرة الخضراء تحمل علامة الخطأ نريد أن نضع الدائرة الصحيحة أسفل البطاقة هل هذه المعلومة صحيحة أن مفهوم صلاة الجماعة أن يصلي إثنان فأكثر أحسنتم نعم هذه معلومة صحيحة إذن نضع أحسنتم الدائرة الحمراء نضع الدائرة الحمراء التي تحمل علامة الصح ونعرف هنا يا أبطال أن مفهوم صلاة الجماعة أن يصلي إثنان فأكثر رائع أيها الأبطال وبارك الله فيكم إذن نعود الآن ونعيد هذه المعلومة ماذا استفدنا من هذا الدرس؟ استفدنا من هذا الدرس أن صلاة الجماعة تعني أن يصلي إثنان أو شخصان فأكثر أما الواحد فلا نسميه أحسنتم فلا نسميه جماعة لا نسميه جماعة إنما الجماعة الذين يكونون إثنان فأكثر فهؤلاء نسميهم جماعة نسميهم جماعة إذن قبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاطلاع عليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أبنائي وبناتي على المشاركات الرائعة والجميلة ألتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة